انا سعاد العبوش من سوريا دخلت تركيا 2018 مهنتي مهنتي الاساسية كانت ممرضة بس مهنة اللي فاعدتني هي الخياطة تعرفت عن الهلال الأحمر عن طريق النات والرابط ودخلت بهذا المشروع واستفاديت أكثر شيء المهنتي تطورهت بهذا المشروع استفادها استفادة جيدة يعني مستفادة خفيفة لأكثير استفاديت منها جزاكم الله كل خير أنا داومت على فترة تخياطة تقريباً أربعين يوم واستفادت كل ما أخذت منها المعلومات اللي نطونا إياها والحمد لله تعلمنا واخدنا معلومات أكثر من ما كنا من قدنا بالداخلية من محافظين عليها أضافية جيتنا فكرة بهذا المشروع ودعمنا بهذا المركز الهلال واستفادنا يعني كثير يعني واستفادت عائلتي استفاديت يعني نجحها أول شيء نجحنا بالمشروع وقدمونا الدعم قدمونا أقمشة ويعني مواد أولية والحمد لله يعني صار لي تقريباً شهر كامل كمصروف عائلتي من ناتج مساعد من هذا الناتج المشروع ولازلت إن شاء الله هنا بتركيا إن شاء الله أحكف فيها بطريق المشوار عندي بنات بم أعلمهم عن خياطة في سبيل أفتح ورشة صغيرة ببيتي أو محل صغير على ما قياس يوسع هالبنات اللي عندي وإن شاء الله أطوروا الأكثر وأستفيد وأني بهالبلد الثاني في تركيا موسيقى 肥vt موسيقى بحكة موسيقى من تجول ميت من التجول وضوح موسيقى من وضوح